ايضاً النهاردة الاتحاد الدولي اللي قرارت القدم فيه فقال لك هنستحدث بطولة جديدة للأندية تقام سنوياً من خلال مشاركة أبطال القرارات وجهاً إلى وجه باستثناء بطل أوروبا يعني ايه؟ الناس أو القرارات قالت لك لا ما فيش كاس عالم الأندية كل سنة تبدونا بطولة تانية غيرها أو كاس عالم النظام الجديد دوت هيقام كل أربع سنوات طيب اديني بطولة تانية كل سنة الأبطال القرارات يلعبوا مع بعض فيها قال لك تمام موفقين هنعمل بطولة جديدة بطولة جديدة دي هيبقى ايه بقى؟ هيبقى فيها أبطال القرارات كلهم كلهم هيلعبوا مع بعض مطشاط خروج المغلوب على طول هيعملوا قرعة ومثل بطل أمريكا الجنوبية هيلاعب بطل أفريقيا بطل أسيا هيلاعب بطل أوكيانوس مثلا وبطل أوروبا على جنب مالوش دعوا بقى بالحكاية دي كلها بالتصفيات دي كلها وييجي بقى اللي يكسب التصفيات دي بطل التصفيات دي يروح يلاعب بطل أوروبا في المباراة النهائية تمام؟ أشرحها لكو تاني البطولة الجديدة المستحدثة بطل كاس العام الأندية بنظامها القديم القصة بتاعتها ايه؟ أبطال وهتتعمل كل سنة أبطال القرارات كلها هيلعبوا مع بعض التصفيات اللي هيكسب التصفيات دي هيلعب بطل أوروبا في النهائي ببساطة شديدة دي هتقام كل سنة وكأس العالم للأندية هتقام كل أربع سنوات زي كأس العالم للمنتخبات دي البطولة الجديدة طيب الماتش اللي هيتلاقي مع باطل أوروبا ده اللي هيكسب التصفات اللي هيتلاقي مع باطل أوروبا هيلعب بالمباراة في ملعب محايد مباراة واحدة مش مباراة دي مش ده بالنسبة للبطولة المستحدثة